إخوتي وأخواتي ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى هو الميل عن جادة ووسط العدل والصواب فيها إذ الإلحاد لغة هو الميل عن الوسط الذي يعبر بالتزامه عموماً عن التزام الحق لأن الوسط يكون دائماً محمياً والطرف لا يكون إلا مكشوفاً ولذلك يقال ألحدة ولحدة ألحدة ولحدة إذا جنف ومالة عن الوسط إلى الطرف عن الوسط إلى الطرف ومنه اللحد لأن الميت يدفن في جانب من الحفرة يدفن في جانب من الحفرة وليس في وسط الحفرة وقد قرأ الإمام حمزة رحمة الله تعالى عليه وذروا الذين يلحدون في أسماء من لحدة الثلاثي وذروا الذين يلحدون في أسماء بينما قرأ سائر القراء رحمة الله على الجميع يلحدون من الحدى الرباعي فهو مضموم الأول بلا شك البخاري في الأدب المفرد وليس في الصحيح وصححه جماعة من الأئمة حين أرشد أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي يقول كفارة لما قد يعرض له من أبواب الرياء اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أستغفرك لما لا أعلم فيه تصريح وبيان لائح بأن المؤمن وإن نال رتبة الصديقية كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد يعرض له باب أو أبواب من أبواب الشرك من أبواب الشرك ليس اتخاذ وثأ أو صنم أو إله مع الله ومن دون الله أبدا وإنما أيها الإخوة بالمعنى الذي ربما سنتعمق في بعض غوره في تضاعيف وحنايا هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها تفريع على قوله فدعوه بها لأن من المشركين من أنف واستنكف أن يدعو الله ببعض جليل وعظيم وكريم أسمائه مثل الرحمن لا إله إله وقالوا ما ندري ما نعلم من رحمن وسخر من رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فأثبت الله تبارك وتعالى بهذه الصيغة وفيها ما فيها من التقديم والتأخير ولله الأسماء الحسنة هو الأصل الأسماء الحسنة لله لكنه قال ولله وتكرر هذا في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنة ولله الأسماء الحسنة دائما بهذه الطريقة لكي يؤكد لا إله إلا هو أنه لا يليق به إلا ما حسن من الأسماء والأوصاف لا يليق به إلا ما حسن وكمل من الأسماء والأوصاف وبعد أن قرر هذه الحقيقة العقدية الجليلة فرع فقال فدعوه بها فهذا للتفريع فهذا للتفريع وبان وجهه ترجمة نانسي قنقر